مادة التربية الإسلامية الصف العاشر الكتاب الأول الدرس الأول توحيد الربوبية وأدلة وجود الله تعالى التمهيد الإيمان بالله عز وجل هو أساس العقيدة الإسلامية وأصلها ويعني التصديق الجازم بوجود الله سبحانه وأنه رب كل شيء ومليكه وأنه الخالق وحده المدبر للكون كله الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له ولا شيء مثله ولا شيء يعجزه وأن كل معبود سواه باطل وعبادته باطلة قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير وقد دل على وجود الله سبحانه وتعالى الفطرة والعقل والشرع والحس كما هيأ الله سبحانه وتعالى نفوس البشر بالفطرة للإيمان به وتوحيده غير أن الشياطين حرفت بعضهم عن تلك الفطرة كما جاء في الحديث القدسي يقول الله تبارك وتعالى وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا ابحث في معنى حنفاء اجتالتهم أي أزالتهم وأذهبتهم فالنفوس البشرية مفطورة على الإيمان بالله وهي محتاجة إلى الدين فلا تطمئن ولا تسكن إلا لخالقها ولا يكون ذلك إلا بالإقرار بوحدانيته وإخلاص العبادة له وحده لا شريك له والإيمان بالله سبحانه يتضمن الإيمان بوحدانيته والسحقاقه للعبادة لأن وجوده جل وعلا لا شك فيه ولا ريب كما يتضمن الإيمان بألوهيته وأسمائه وصفاته وذلك بالإقرار بأنواع التوحيد الثلاثة واعتقادها والعمل بها وهذا هو التوحيد بأنواعه الثلاثة وتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات وهذه الأنواع الثلاثة متلازمة مترابطة لا يصح إيمان إنسان ولا توحيده حتى يأتي بها كاملة فائدة الربوبية نسبة لإسم الرب ولا يقال الرب بالألف واللام لغير الله تعالى معنى توحيد الربوبية توحيد الربوبية هو الاعتقاد الجازم بأن الله تعالى وحده رب كل شيء وملكه لا شرك له المتفرد بالخلق والملك والرزق والتدبير والإقرار بهذا النوع من التوحيد ثابت بالفطرة لا يكاد ينازع فيه أحد من الأمم والديانات كما قال تعالى وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ وَالْسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ ولم ينكر توحيد الربوبية ويجحد الرب إلا شواذ من المجموعة البشرية من الملاحدة الذين تظاهروا بإنكار الرب مع اعترافهم به في باطن أنفسهم وقرارة قلوبهم وإنكارهم له إنما هو من باب المكابرة كما ذكر الله تعالى عن فرعون وأتباعه قال تعالى وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا وهم لم يستندوا في جحودهم إلى حجة وإنما مكابرة منهم فلا علم لديهم ولا سمع ولا عقل كما قال تعالى وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهُرُ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ أدلة توحيد الربوبية في الكتاب والسنة قامت الأدلة الشرعية الكثيرة على وجوب الإيمان بربوبية الله تعالى وهي على النحو الآتي واحد ربوبية الله تعالى بأنه رب العالمين ورب كل شيء قال تعالى قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِيْ رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ فالله سبحانه رب العالمين قبل وجود العالمين وحال وجود العالمين وبعد فناء العالمين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال يَا رَسُولَ اللَّهِ مُرْنِي بِكَلِمَاتٍ أَقُولُهُنْ إِذَا أَصْبَحْتُ وَإِذَا أَمْسَيْتِ قال قُلْ لِلَّهُمَّا فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالْشَهَادَةِ رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكَهِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتْ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي وَشَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهِ قال قُلْ هَا إِذَا أَصْبَحْتَ وَإِذَا أَمْسَيْتِ وَإِذَا أَخَذْتَ مَضْجَعِكَ اثنان ربوبية الله تعالى بأنه خالق كل شيء قال تعالى هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وقال تعالى قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَارُ فقد قررت النصوص القرآنية أن الله خالق كل شيء فهو الذي خلق الخلق وكونهم وأوجدهم فهو الخالق وما سواه مخلوق ثلاثا ربوبية الله سبحانه بأنه مالك الملك كله قال تعالى تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ أربعا ربوبية الله عز وجل بأنه مالك الرزق وحده قال تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فالله سبحانه غني عن خلقه وهم محتاجون إليه بيده الملك كله وإليه يرجع الأمر كله يرزق كل محتاج بمشيئته سبحانه وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ خمسة ربوبية الله سبحانه بأنه مدبر هذا الكون قال تعالى قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنْ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمْ مَنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارِ وَمَنْ يُخرِجُ الْحَيَ مِنَ الْمَيْتِ وَيُخرِجُ الْمَيْتَ مِنَ الْحَيِ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرِ فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون فكل ما سوى الله عز وجل مخلوق له مدبر مكون بعد أن كان لا شيء وتحت قهره وقدرته وتحت تصريف مشيئته سبحانه ومع هذه الشواهد العظيمة لقدرة الله تعالى وربوبيته إلا أن الملاحدة رفضوا التسليم لأمر الله عز وجل وطلبوا دليلا على وجوده سبحانه عما يصفون قال تعالى قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين نوع ربوبية الله تعالى على خلقه ربوبية عامة ربوبية خاصة واحد الربوبية العامة هي أن الله سبحانه رب المخلوقات جميعا فالله سبحانه رب الملائكة ورب الناس مؤمنهم وكافرهم ورب الجن والحيوان ورب كل شيء قال تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا فكل من في السماوات والأرض من عاقل وغيره ورطب ويابس ومتحرك وساكن عبيد له ليس لهم من الملك شيء ولا من التدبير شيء يحيهم ويميتهم اثنان الربوبية الخاصة أن الله سبحانه رب لعباده المؤمنين الموحدين المتقين الذين آمنوا به وعبدوه كما أمرهم وهو وليهم في الدنيا والآخرة الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون فهؤلاء اختصهم الله تعالى بالعناية والحب يحبهم ويحبونه يحفظهم ويربيهم ويدبر أمرهم وينسبهم إلى نفسه قال تعالى لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون وقال سبحانه يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإيايا فاعبدون آثار توحيد الربوبية في نفس المسلم واحد النجاة من عذاب الحيرة والشك فالعبد متعترف بأن له ربا خلقه فسواه وكرمه وفضله اطمأن إلى ربه ولاذ بجواره واعتصم بحبله وبهذا الإيمان عرف العبد مبدأه ومصيره وغايته وهدفه في هذا الوجود اثنان يعتبر انتظام الكون أكبر برهان على أن خالق العالم ومدبره واحد وأن كل ما سواه مخلوق محدث كائن بعد أن لم يكن وينبني على هذا الأصل الأصيل تنزيه الرب تبارك وتعالى عن جميع النقائص وأن الله سبحانه ما خلق هذا الكون باطلا ثلاثة إن العبد إذا مطمأن حقيقة أن الأرزاق بيد الله تعالى وحده وأنه يرزق من شاء متى شاء وأنه لا يقطع الرزق ولا يمنعه عن العباد إلا الله عز وجل استقرت نفسه واستراح من عناء الهم والقلق وطمحت لما عنده من فضل فلا يحمل هم الرزق أبدا أربعة اليقين بأن المرض والشفاء بيد الله تعالى وحده والعبد مع ذلك مأمور بالتداوي ولا تعارض بين هذا وذاك فالدواء محله الجسد والاعتقاد بأن الشفاء من الله وحده محله القلب حكم إنكار توحيد الربوبية كل اعتقاد أو قول أو فعل فيه إنكار لخصائص ربوبية الله تعالى أو بعضها أو الدعاء شيء من هذه الخصائص كالدعاء الربوبية كما أخبر الله تعالى حكاية عن فرعون أو الدعاء الملك أو الرزق أو التصرف من دون الله تعالى وغيرها من الأمور التي هي من أفعال الله تعالى وخصائصه أو الاعتقاد بأن لله تعالى شريكا في الخلق والرزق والإحياء والإماتة والتدبير أو التصرف في الكون مع الله تعالى فكل ذلك من نواقض توحيد الله تعالى في ربوبيته فهو كفر وردة التقويم السؤال الأول دل على وجود الله سبحانه وتعالى الفطرة والعقل والشرع واضح ذلك السؤال الثاني عرف كل مما يأتي ألف التوحيد با توحيد الربوبية السؤال الثالث أذكر اثنين من الأدلة الشرعية التي تدل على توحيد الربوبية السؤال الرابع أكمل ما يأتي من آثار توحيد الربوبية في نفس المسلم ألف با جيم السؤال الخامس ما حكم منكر توحيد الربوبية السؤال السادس ربوبية الله تعالى على خلقه عامة وخاصة اشرح ذلك في ضوء دراستك السؤال السابع أذكر نوعي ربوبية الله تعالى على خلقه السؤال الثامن أذكر القيمة المستفادة من الدرس ثم حدد مظهرين سلوكيين لها أيد Eine ترجمة allá سلوكيين hub ق relied اشتركوا في القناة